بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا كتاب النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن تأليف الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز عليه رحمة الله تم تسجيل الكتاب بصوت أحمد عاصم تحت إشراف المهندس فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاة يحتوي هذا التسجيل على المقدمات الثلاث التالية ولاء مقدمة التسجيل وضمنها تركيبة الكتاب ومحتوياته ثم المقدمة الثانية للمؤلف رحمه الله ثم الأولى مقدمة التسجيل حين تقرأ النبأ العظيم أو تسمعه تجد نفسك بإزاء مشروع عقلي عملاق فذ مشروع متكامل للرد على الشبهات المثارة حول القرآن الكريم فقد استطاع المؤلف رحمه الله أن يثبت بالأدلة أن هذا القرآن يستحيل عقلاً وعلماً وأسلوباً أن يكون له مصدر غير الله تعالى وبسلاسة حولها إلى مسلمة قذف بها في عقل القارئ وقلبه معاً فتسنم مشروع كتابه هذا أعلى درجات الروعة والسبك والإحاطة والتجانس أما الروعة فتمثلت في لغة الكتاب وأسلوبه الشائق وجاء السبك في دقة أدلته وقوة حججه وتمثلت الإحاطة في جمع البراهين واستيعابها وتمثل التجانس في أجزائه وروحه تلك الروح التي تولدت عن روح عاشق داخل القرآن حشاشة قلبه وخالط شغافه هذا وقد انعكست روح المؤلف على كتابه صوراً زاهية بألوان قشيبة قل ما تجتمع فكان منها أولاً تلك الإحاطة العميقة بالقرآن الكريم معناً ولفظاً ولا غروة إذ كان عضواً في جماعة كبار العلماء بمصر وواحداً ممن يشار إليهم في علوم القرآن وله فيها مؤلفات عديدة وكان قبلها قد تخرج في معهد الإسكندرية الديني وفيه تعين ومنه ابتعث لدراسة الماجستير والدكتوراه في جامعة السوربون بفرنسا فكانت رسالتاه لصيقتين بعلوم القرآن الكريم واستمر بعد عودته يدرس تفسير القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية في جامعة الأزهر ومنتدباً في جامعة القاهرة ثانياً تأثره الشديد بلغة القرآن الكريم وبلاغته فأما اللغة العربية فقد تبحر في علومها كالبلاغة والأدب والشعر وعرك دهليزها وأما القرآن الكريم فقد حفظه في سن مبكرة وواضب بعد ذلك على تلاوة سدس القرآن كل يوم حتى آخر عمره فأثمر ذلك تأثراً شديداً بألفاظ القرآن الكريم وتشبيهاته وبلاغته ولغته تأثراً بلغ حداً جاوز أن يكون ظاهرة عادية ففي كل صفحة من كتابه تلتقط أذن كما واضع التقى فيها نص كلامه بتعبير قرآني بكثرة تبرز لك مدى تأثر المؤلف رحمه الله بالقرآن الكريم وكيف تشربته نفسه وتأثر بها عقله ووجدانه حتى فاض لسانه بألفاظه وسال قلمه عن روحه ثالثاً ما اصطبغ به كتابه من فرضيات علوم المنطق وتداعياته وتسلسله الحاصر المحاصر فقد جمع ما أمكنه من الشبهات حول القرآن الكريم ثم أجهز عليها بسلسلة من الحجج والبراهين المنطقية المتسلسلة المفحمة بمنهجية صارمة وتداعي محيط مبهر ظهرت بها قوة منطق الكاتب وثقافته المحيطة التي أحالت بالدليل والبرهان أن يكون القرآن الكريم مختلقاً أو مكذوباً أو منقولاً أو محرفاً فجاء كتابه زاداً قيماً لمن يواجهون لجج الإلحاد ولجاجات العقلانيين المادية لقد استغرق تحضير الكتاب للتسجيل بضبط ألفاظه وكلماته وقتاً طويلاً وألزمت فصاحته وجزالته قارئ الكتاب العودة إلى المعاجم غير مرة وألجأته التحرير والتدقيق كرة بعد كرة حتى استوى ضبطه على ساق الاستقامة وانضوت تحت لواء الإتقان له قامة وأصبح جديراً بأن ينصب له عرص التسجيل الصوتي وقميناً بأن يدرج في عداد الكتب المسموعة ومع ذلك وعلى قدر الجهد الذي بذل في إخراج هذا الكتاب المسموع على مستوى يليق بالنبأ العظيم المطبوع إلا أن الكمال لله وحده ولهذا نهيب بالمستمع الكريم إذا ما وقف على لحن أو خطأ أن يدرجه مشكوراً في التعليقات والآن فلنحضر الكتاب بين يدي المستمع الكريم بوصف تركيبته ومحتوياته إجمالاً فنقول يقع الكتاب في بحثين يشبه الأول منهما أن يكون تقدمة بين يدي موضوع الكتاب ويعنى هذا البحث بتحديد معنى القرآن الكريم لغوياً واشتقاقياً وسر تسميته بالتسميتين الكتاب والقرآن وسر اختصاصه بالخلود وعدم التحريف إلى آخره وهو بحث مجمل غاية الإجمال إذ يقع في خمس صفحات وأما البحث الثاني فيستغرق بقية متن الكتاب ويعنى ببيان مصدر القرآن الكريم على مراحل ويشتمل على مقدمة طويلة بلغت أكثر من عشرين صفحة قسم المؤلف البحث بعدها إلى أربعة مراحل كما يلي المرحلة الأولى في بيان أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون إيحاءاً ذاتياً من محمد صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية في بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد أخذ القرآن عن معلم والبحث في الأوساط البشرية عن ذلك المعلم المرحلة الثالثة في البحث في ظروف الوحي وملابساته الخاصة عن مصدر القرآن الكريم المرحلة الرابعة في البحث في جوهر القرآن الكريم نفسه عن حقيقة مصدره ثم توفر المؤلف على وصف بعض خصائص القرآن البيانية ورتبها على مراتب أربع كما يلي المرتبة الأولى القرآن في قطعة قطعة منه المرتبة الثانية القرآن في سورة سورة منه وقد توفر المؤلف في هذه المرتبة على سورة البقرة فحللها وأفاض الحديث عنها في مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يستكمل الكلام في هذا الكتاب عن المرتبتين الثالثة والرابعة ولا شرحهما البتة وهما المرتبة الثالثة القرآن فيما بين بعض السور وبعض والمرتبة الرابعة القرآن في جملته وقد أخبر بعضهم بأن لهذا الكتاب استكمالا في أجزاء مخطوطة وجدت في ميراث المؤلف فلعلها أن ترى النور ليكتمل هذا العقد النفيس باجتماع درره بإذن الله هذا وقد اعتنى المؤلف بحواش كتابه وهوامشه بشكل كبير وأسهب في بعضها طولا حتى بلغت عدة صفحات جاءت فيها إضافات مهمة وإضاحات جميلة حيرتنا عند تحويله إلى نسخة صوتية أن اعتمدها فتقرأ أم نتجاوزها ونضرب عنها صفحا ولعل السبب في كثرة تلك الحواش أن العادة قد جرت في أيامنا هذه أنه إذا أراد المؤلف بنفسه الزيادة والتعديل في كتابه ألا يضعها في حواش وهوامش الكتاب بل يدرجها في متن وصلب النص في الطبعات اللاحقة لتوصف الطبعة الجديدة منه بأنها مزيدة منقحة لكن يبدو أن ذلك لم يكن شائعا في زمن المؤلف رحمه الله فأراد مؤلفنا لكتابه أن يبقى على هيئته الأولى وآثر الزيادة في الحواش والهوامش وقد آثرنا قراءة بعض الحواش والهوامش لما فيها من إضافة مهمة أو توضيح لغامض مع الإشارة إلى بداية الحاشية ونهايتها حتى يتمكن المستمع من تمييزها عن متن الكتاب وأصل الكلام وضربنا صفحا عن بقية الحواش لطولها النسبي وإن كانت في مجملها لا تخلو من فائدة قيمة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأن تقل الآن إلى مقدمة المؤلف الأخيرة التي كتبها عام سبعة وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الأول من كتاب النبأ العظيم مولود جديد قديم جديد في مقطعه ونهايته قديم في مطلعه وبدايته كان مسقط رأسه في الحرم الجامعي منذ نيف وعشرين عاما ولكنه لم يبرز منه يومئذ إلا عنقه وصدره أما أطرافه فلم تنشأ وأما خلقه فلم يكتمل إلا اليوم لقد شهد طلاب الأمس بداية أمره حين كان يملى عليهم نجوما متفرقة في فترات متلاحقة أو غير متلاحقة وكانوا كلما اجتمعت منه صفحات معدودة لا تزيد عن عقد وبعض عقد استعجلوا طبعها وجعلوا يستحثون همة المؤلف لوضع لاحقتها ثم أتت بعد ذلك شؤون حالت دون إتمام وضعه بلها إكمال طبعه فبقي القدر الذي طبع منه حبيسا في دار الطبع أو مقصورا على الرعيل الأول من طلاب هذا البحث حتى أذن العلي القدير وكل شيء عنده بمقدار أن يضيف المؤلف إليه اليوم خليات أخر اكتمل بها قوامه وأخذ بها أهبته للخروج من نطاق الثقافة الجامعية إلى فضاء الثقافة العالمية لكي يتحدث إلى كل عقل واع ناقد لا يأخذ ما يأخذ إلا على بصيرة وبينة ولا يذر ما يذر إلا على بصيرة وبينة وإلى كل وجدان تجريبي ذائق لا يكتفي بالخبر عن المعاينة ولا يستغني بالوزن عن الموازنة إنه حديث يبدأ من نقطة البدء فلا يتطلب من قارئهم ضواء تحت راية معينة ولا اعتناقا لمذهب معين ولا يفترض فيه تخصصا في ثقافة معينة ولا حصولا على مؤهل معين بل إنه يناشده أن يعود بنفسه صحيفة بيضاء إلا من فطرة سليمة وحاسة مرهفة ورغبة صادقة في الوصول إلى الحق في شأن هذا القرآن وإنه إذا لواصل إن شاء الله والآن مع مقدمة المؤلف الأولى التي كتبها عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين وآتانا به ما لم يؤت أحدا من العالمين أنزله هداية عالمية دائمة وجعله للشرائع السماوية خاتمة ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم كما أعطيتنا حظا من وراثة هذا الذكر الحكيم فيسرت علينا حفظه وتذكره وحببت إلينا تلاوته وتدبره نسألك أن تجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون والذين هم على حراسته قائمون والذين هم تحت رايته يوم القيامة يبعثون في جند إمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه أما بعد فهذه بحوث في القرآن الكريم قدمتها بين يدي دروس التفسير لطلبة كلية أصول الدين بالجامع الأزهر المعمور أردت أن أنعت كتاب الله بحليته وخصائصه وأن أرفع النقاب عن جانب من الحقائق المتصلة به وأن أرسم الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته وقد راعيت في أكثر هذه البحوث شيئا من التفصيل والتحليل وشيئا من التطبيق والتمثيل فلم أكتفي بالإشارة حيث تمكن العبارة ولا بالبرهان إذا أمكن العيان راجيا بذلك أن تنفتح لها عيون الغافلين فيجدوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وأن تنشرح بها صدور المؤمنين فيزدادوا إيمانا إلى إيمانهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات